أم حسن من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أحب الحجامة و كذلك ابني ممكن ابني يحجمني و أنا أحجم ابني الجواب نعم يجوز للولد أن يحجم والدته مادام أنها في منطقة الرأس مثلا أو مثلا في الرقبة من الخلف منطقة الظهر أو مثلا في الساقين مثلا يجوز ذلك أما يعني في الأماكن التي يعني تكشف فيها الأم جسمها و بدنها لا هذا ما يصلح لكن مثلا في الرأس في الأخدعين مثلا في الرقبة من الخلف في اليدين في الرجلين ما في بأس وأنت أيضا لك أن تحجمي ولدك بشرط أن تكوني طبعا ماهرة بهذا و عندك قدرة أو أخذت دورة مثلا في الحجامة أو أنت ورثتها كحرفة مثلا هذا جائز ولله الحمد والمن